الارتفاع الكبير الذي تعرفه بعض الفواكه والخضر منذ بداية شهر رمضان مرده إلى عدم توفر كميات الكافية لسد طلب المتنامي حسب ممثل تجار الجملة للخضر والفواكه فارق الهوامش الكبيرة في الأزعار المسجلة بين سوق الجملة وسوق التجزئة الذي أثار مهجة من الغموضة تؤكد جمعية التجار أنها ترفض تسقيف الأسعار وتقترح حلاً آخراً على الوزارات المعنية تسقيف الأسعار يضرب بالدرجة المنتج لذلك نحن نطالب بتحديد هوامش الربح كيف يتم وزارة التجارات تعلن على الشروع في المشاورات من أجل تحديد هوامش الربح نحن هنا نقدموا اختراحات فيما يخص هوامش الربح لتجار الجملة كيف تكون تجار التجزئة كيف تكون الأسبوع الأول من شهر رمضان كان اختباراً لإظهار مدى قدرة الوزارات المعنية على تدخل الفعال لموازنة الأسعار لكن الواقع الحالي لا يصر نظر المواطن ولا يضع حداً لنزيف جيبه المتعاظم اشتركوا في القناة